اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا أرفعها وودع الميزان ألا تطغو في الميزان وأكيم الوزن بالكسط ولا تحسر الميزان والأرض ودعها للأنام فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والحبود العسف والريحان فبأي آلاء ربكما نكذبان خلق الإمسان من مصلصال كالفخار وحلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشركين ورب المبرفين فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء عسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله اليوار المنشآت في البخر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من علي حافان ويبقى وجه ربك زل جلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في الشام فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر ليني والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والعرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواجا من النار ونحاسا فلا تنتسران فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسأل عمدا به إنس ولا جاء جويل ربكما تكذبا يعنى ترجمة نانسي قنقر